لا تحذر من رجل ضربته ولم يرد لك الضربة بل أحذر من رجل أحسنت إليه ولم يرد لك الإحسان عندما تمد يدك لتساعد شخصا ما فقد تكون تغير حياته بشكل إيجابي دون أن تشعر العطاء يصنع سعادة أكثر من الأخذر التصرف بلطف ليس ضعفا بل هو علامة على قوة الشخص الداخلي الأشياء الصغيرة في الحياة هي التي تضيف القيمة الكبيرة الإنسان الحقيقي هو من يساعد الآخرين حتى عندما لا يكون لديه شيء ليقدمه الأفعال تعبر أعلى من الكلمات والتصرف بلطف يترك أثرا أعمق من أي كلمة لا تحكم على الآخرين من خلال مظاهرهم الخارجية فقد تكون هناك قصة عميقة وراء كل شخص عندما تعامل الآخرين بلطف فإنك لا تصنع فقط يومهم بل تصنع عالما أفضل لا تدذل الخير بنية الحصول على شكر أو إشادة بل افعله لأنه الشيء الصحيح العطاء لا يستنزف من نواردك بل يزيد من قوتك الداخلية الشيء الرائع في اللطف هو أنه لا يكلفك شيئا إن تصرفنا بلطف مع الآخرين يمكن أن يكون له تأثير عميق وإيجابي على حياتهم عندما نمد يد العون لشخص في حاجة نمد له قطعة من الأمل التصرف بلطف ليس علامة ضعف بل هو علامة على النضوج العاطفي عندما تفتح قلبك للعطاء فإنك تفتح بابا للسعادة لنفسك وللآخرين اللطف هو صفة تعكس جمال الروح والعمق الإنساني اللطف ليس فقط فيما نقوله بل فيما نفعله وكيف نتصرف العطاء يصنع الرياح التي تعود بالخير إليك فيما بعد لا تفكر في مقدار الجهد الذي تبذله بل في مقدار الفرح الذي تجلبه للآخرين العطاء يعكس قوة الشخص بينما الانتقام يعكس ضعفه كنا كريما في تقديم النصائح ولطيفا في قبولها اللطف يجعل العالم مكانا أفضل للجميع العالم بحاجة إلى المزيد من القلوب اللطيفة اللطف لا يعني الضعف بل يعني القوة المتجثرة في الحنان من السهل أن تكون قاسيا ولكن يتطلب القوة الحقيقية أن تكون لطيفا اللطف يترك بصمة تدوم لفترة طويلة في قلوب الناس اللطف يشعر الآخرين بالاحترام والاهتمام اللطف يعكس تفاصيل الحب والرعاية التي قد لا تأتي بالكلمات اللطف هو سلطان يمكنه تغيير العالم بشكل جميل لا تقيس قيمة أفعالك بمدى ردود الفعل التي تحصل عليها بل بمدى تأثيرها على الآخرين كن نواة الإيجابية واللطف في كل موقف عندما تنح اللطف للآخرين فإنك تثري حياتك بشكل لا يصدق العطاء ينمو بشكل أكبر كلما تقاسمته أكثر اللطف يكسب احترامك أكثر من أي موقف آخر اللطف ينير الطريق للآخرين حتى في أظلم الأوقات اللطف يصنع جسرا من المودة بين قلوب الناس العطاء ينبع من الغنى الروحي ولا يعتمد على الثراء المادي كن كالشمس التي تشرق على الجميع دون تفرقة التصرف بلطف يمكن أن يغير حياة الأشخاص حتى لو كانت لحظة واحدة كن دائما سببا لابتسامة على وجوه الآخرين العالم يحتاج إلى المزيد من اللطف والمحبة والتعاون لا تقيس قوتك بقدرتك على إذاء الآخرين بل بقدرتك على تقديم اللطف والمساعدة اللطف يخلق روحا إيجابية تنبعث منك وتؤثر على من حولك العالم ليس أفضل مكان بسبب الكلمات الكبيرة بل بسبب الأفعال الصغيرة كن مصدرا للراحة والدعم لمن يحتاجون إليه اللطف هو الشيء الذي يظهر قوة الشخصية بشكل رائع لا تتردد في تقديم المساعدة حتى لو كنت تعتقد أنها صغيرة اللطف يعبر عن الجمال الروحي للإنسان لا تنتظر الفرصة المثالية لتصنع الخير بل استغل كل فرصة للقيام بالخير عندما تكون لطيفا فإنك تضيء شمعة في قلب شخص آخرا الأمل هو الشيء الذي يجعلنا نتسم عندما يكون كل شيء سيئا الحياة قصيرة ولكن إذا جعلناها كبيرة بأعمالنا الجيدة فإنها تصبح كبيرة حقا الناس الذين يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء يميلون إلى إغفال الكثير إنه ليس من السهل أن تصبح شخصا جيدا لكنه ليس من الصعب أيضا لا يمكننا دائما بناء المستقبل للشباب ولكنه يمكننا بناء الشباب للمستقبل العمر ليس مسألة من السن بل مسألة من التجربة السعادة ليست في امتلاك الكثير بل في التقنين لما نمتلك ليس هناك علاقة حقيقية دون الثقة الأشياء التي نحصل عليها بسهولة لا تدوم طويلا ولكن الأشياء التي نعمل من أجلها قد تستمر للأبد لا تقاس الحياة بعدد السنوات التي عشناها بل باللحظات التي اثرت فينا التفاؤل هو البصيص الذي ينير دروب الظلام الإنسان الذي لا يشعر بالامتنان على الأقل مرة واحدة في اليوم لا يعيش بشكل كامل الشكر يجعل ما لدينا كافيا وأكثر التحديات هي فرص مخفية للنمو والتطور التعلم ليس مجرد الحصول على معرفة جديدة بل هو أيضا تطور للفهم والوعي لا يمكن للفشل أن يكون نهاية إنما يمكن أن يكون بداية جديدة لا تستسلم أبدا لليأس فقد يكون الشروق قريبا جدا المستقبل يعود لأولئك الذين يؤمنون بجمال أحلامهم العقل الذي يفتح لفكرة جديدة لا يعود أبدا إلى حجمه القديم الصداقة الحقيقية تشبه الصحة قد لا تدرك قيمتها حتى تفقدها الأمور الصغيرة في الحياة هي التي تطفي عليها جمالا كبيرا النجاح ليس مفتاح السعادة بل السعادة هي مفتاح النجاح عندما نفعل أشياء بلطف نعكس الجمال الذي بداخلنا العقل الذي يفتح لفكرة جديدة لا يعود أبدا إلى حجمه القديم الصداقة هي زهرة نحتاج لسقيها بالحب والاهتمام النجاح لا يعني أن تكون ثريا بل يعني أن تكون راضيا عن نفسك وعملك الأخطاء هي جزء لا يتجزأ من عملية التعلم والنمول التغيير هو القوة الوحيدة الدائمة في الحياة الأشياء الجميلة تحدث حولنا دائما فقط يجب أن نكون مستعدين لرؤيتها